في اليوم العالمي لحقوق الإنسان تكثر الأحاديث طبعاً وتكثر الروايات والتوصيات وربما التحقيقات في مدى انتهاك حقوق الإنسان ومدى احترام حقوق الإنسان في الطرف الآخر العاشر من ديسمبر الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان في تقليد درجة منذ العام 1948 للتذكير طبعاً بالمطالبات التي تضمنها الميثاق الحقوقي في هذا العام تحل الذكرى في ظروف استثنائية تعرفون لماذا؟ جراء انتشار جائحة كورونا التي عرت مواضع الضعف في الميثاق لدرجة دفعت الأمم المتحدة إلى اختيار الجائحة موضوعاً لهذا العام ورغم أن الإعلان ليس وثيقة ملزمة إلا أنه كان مصدر إلهام لإعداد أكثر من ستين صقاً من صقوق حقوق الإنسان تشكل مجتمعة مرجعاً دولياً لحقوق الإنسان بعد المآسي والويلات التي تجرعتها البشرية تهبان الحرب العالمية الأولى والثانية حيث قرر المجتمع الدولي عدم السماح على الإطلاق بوقوع فضائع مماثلة وقرر زعماء العالم إكمال ميثاق الأمم المتحدة بخارطة طريق تضمن الحقوق كل فرد في أي مكان وفي أي زمان كما تقول الوثيقة في ديباجتها يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وقد شاركت أكثر من خمسين دولة من الدول الأغضاء في إعداد الصيغة النهائية ولأن الجائحة هذا العام شغلت العالم بأسره فقد أثرت الأمم المتحدة بل آثرت اختيار موضوع التعافي بشكل أفضل دافع عن حقوق الإنسان مشددة على حاجة العالم إلى إعادة البناء على نحو أفضل عبر جعل حقوق الإنسان أساسية في جهود هذا التعافي خاصة وأن جائحة كورونا فقامت الفقر وغيبت المساواة وزادت التمييز وغير ذلك من التحديات كالعنف والصراعات والفقر الذي توقع التقرير الأممي أن يصل عدد المصنفين في هذه الخانة إلى مائة وخمسة عشر مليون في المناطق التي تشهد هذه الصراعات